صراحة والله صار عندي أنا تقريباً شيئاً ثلاثة جميعاً وناثر بفارغ الصبر اللي أقدر أتحدث معكم عن هذا التليفون الجديد من شركة أوبو هذا الفيندكس 6 برو أول تليفون نزلته شركة أوبو بقلبه لمزة 1 إنس سنسور IMX989 وليس فقط، الكاميرات الثانية الموجودة هناك كمان 50 مجابيكسل الكاميرايات والحلاوي لهذا التليفون أن الكاميرات الموجودة هناك لا يوجد مثلهم على أي تليفون آخر نزلتهم شركة أوبو هذه الصراحة أحسن لمزات نزلتهم على تليفون الآن هذا الفيندكس 6 برو من شركة أوبو وأنا طريق دعنا نتحدث مع كل المميزات الحلوة وليس هذه الكاميرايات خصوصياً، هذه الكاميرايات الثلاثة كثيرة جداً يالله شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عملوا اشتراك، دعنا نبدأ الفيديو عملوا لايك وسجلوا على الكنال حتى دائماً تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة بدأنا كل الغراض موجودين بقلبا العلبي يكون هناك قبل ما كثيراء بقلبا العلبي ودعنا نفس الجلد جات الموجود لأ belastic ولكن موجود من خلال هنا حتى فيجن لاتر حتى إذا اضطيته غطى علينا التليفون منظلنا نحس هذه الفخامة للجلد الموجود خلال هنا ليس فقط هكذا كمان على الشارجور يأتي هنا 100 واط يقدر يشارج على التليفون يعني نضبطها من هنا الشارجور معمول للبلاد الصينية ولكن يمشي عنا بامريكا لأنه يستعمل نفس البرايز بالصين مثل ما نستعملون هنا شيء يمشي مضبوط ولكن في البلاد الأوروبية عندما إذا نزل على أوروبا أو الدول العربية ينزل لكم الشريط الذي يمشي ببلادتكم الشريط الـ USB-C للـ USB-A الذي يمكن أن نشارج فيه هنا نستعمل كمان وصله على الكمبيوتر العلبة التليفون كما ترونه هذه العلبة فايند اكس ستة برو مثل ما شغلناها من قبل لدينا الحسل بلاد موجود عليه مع شركة أوبو وهناك عدة ألوان ونحن نتحدث عنه قليلا والمميزات الحلوة فيه الشغل الثاني لدينا لدينا الشاشة أنه الصوته يشير تقريبا 2500 نت أحسن شاشة موجودة بالسوق التي تستعملها برا ثلاثة أبعا نستطيع أن نشاهد شاشة 2005 2008 يمكن 2000 نت ولكن 2500 نت لدينا الشاشة هنا شيء صراحة وخرافة لا يوجد أي شكل لا يوجد أي أشكال لا تستعملها برا بالشمس ضربة على دغر للتليفون ستستطيع أن نشاهد هذه الشاشة ولا يوجد أي أشكال وحالي وكثير أن لدينا HDR10 HDR10 Plus موجودة هنا وكما قلت لكم و120 هرت الموجودة هنا تستطيع أن نعطينا 240 تتش ساملين موجودة كمان لما نلعب حتى لا يكون لدينا أي أشكال الكاميرا الموجودة هنا 32 ميجا بيجز وقد تستطيع أن نعطينا RGBW موجودة هنا IMX 709 وهذا ما نعمل هنا هو 1080p 30 fps على هذا الفيديو لدينا سنسور موجودة هنا تحت الشاشة على الشمال لدينا مكتوبة هنا وعلى اليمين الزر مكتوبة هنا نستطيع أن نرى لفوق لدينا السماعة تستطيع أن نعطينا واحدة من اثنين سبيكر موجودة هنا وميكروفون للكاميرا موجودة هنا لتحت لدينا السماعة الثانية تستيريو لدينا USB-C لدينا USB 3.1 موجودة السرعة لدينا دول سيم كارت تستطيع أن نعطينا 2 سيم كارت لدينا 5G وليس مضبوطاً بأمريكا وعندنا صوت الميكرو السماعة الموجودة هنا سماعة الدينام لديهم تكنولوجيا جديدة خصوصياً تتحدث عن المكالمة ولكن على المكالمة على المكالمة الشخص الشخص يستطيع أن تسمع المكالمة لأن السماعة السماعة ستكون كثيراً وهم مغطيين هذه معمولة خصوصياً لتخفف كمية المكالمة معاناة التي يظهر من الصوت حتى تسمع الناس وتكون حسناً سيكون في عدة ثلاث ألوان موجودة أيضاً على فاينداكس سيكس برو وثلاث ألوان على الفاينداكس سيكس الفاينداكس سيكس برو الوحيد الذي سيأتي هذا الجلد الموجودة هنا الجلد التقليدي والحلاوة فيه أن هذا الجلد يتذكره مثل ما شاهدنا التليفون من شركة أوبو الفاينداكس سيكس برو الذي كان موجود من قبله الألوان حلوة كثيرة الكاملات الموجودة سيكون ثلاثة وخمسين مجابيكسل لكن هناك فرق بين اللمزات لا يوجد واحدة منهم سيكون الأساسية لأن ثلاثة سيكون كثير منها لدينا الموجودة هناك مع OIS ودينا أيضاً تقريباً تقريباً مثل اللمزة 23 مجا للكاميرات الأساسية كما ترى الألوان الموجودة هنا باللون بالجلد الزر الأورانج الموجودة كل هذا من شركة سيأتينا الخبرة والحلاوة فيها تأتي الألوان كثيراً الكاميرا الثانية سيكون 50 ميجابيكسل السنسور الموجودة على كاميرا التلفوتو التلفوتو والألتروايت نانيتهم IMX 890 بس الألتروايت ستكون على 15 ميليمتر للكاميرات والتلفوتو ستعطينا تقريباً 65 ميليمتر والحلاوة فيها هي تعطينا ثلاثة أكس زوم بشكل رهيب يعطينا ألوان كلهم ثلاثة ألوان مزبوطين مع بعض ويعطينا خبرة الاستعمال شركة أوبو والكاميرات الموجودة هنا خاصة مع الهاصل بلاد مثل ما عم تشوفه وكمان بالماري سيلكون أكس الموجودة لهون هذه المكتوبة تحتها حتى تعرفوها كلها الشغلية مكتوبة وموجودة في قلبه لها التلفوتو ستعطينا خبرة أوبو وستعطينا كل خبرة ومثل ما عم تشوفه هنا الشاشة وعندنا التعييط الموجودة كثير منيحة عجبتني كثير أنا أن الغطا الذي يعطينا يبقى العلبة يستعمل نفس الجلد الفرق الفرق بأن الكلمة أوبو لدينا فضية مثل ما عم تشوفها هنا لكن تستطيع أن تشوفها موجودة في قلب الجلد وشكلها كثيرا ومعجب كثيرا أن الغطر في قلب العلبي مع هذا التلفوت مثل التلفوت وما يأخذ شيء من خبرة استعماله آخر شيء ما نتحدث هنا مثل ما نعرف أن هذا التلفوت موجود في الشركة الصين سيكون هنا ثلاث موديلات الثلاثة يستعملوا LPDDR5X على الرام الموجود هناك و UFS 4.0 للسرعة الزاكرة الموجودة على التلفوت الموديل سيبدأ بين 12 GB RAM و 256 GB للزاكرة ويخرج إلى 16 GB RAM كما نرى الموجود هنا و 256 GB وموجود موديل يأتي أيضا 512 الشاشة مثل 6.82 موجودة هنا QHD 120 هرتز البطارية 5000 مليون أبير تستعملها بالشريط هنا 100 وات 50 وات الموديل الموجودة هنا 512 وموديل ثاني 256 الماري سيلكون اكس تعطينا خبرة لإستعمال الكاميرايات وعندنا الكاميرايات من فجراتكم من قبل آخر شيء أنه 13.1 فوق اندرويد 13 كثيرا شغلات حلوة كما شاهدناها من قبل نقدر نعمل كل المميزات نعمل الحساب نفوت عليه كل الشغلات الوالبابر زعية الدس بلاي الصوت الضوء موجود البطارية أيضا تكون تحت هنا نقدر ندور لتعطينا أقوى شيء كل استعمال قوتو للحاسوب لسناب دراجون 8 جام 2 من شركة نتحدث قليلا عن إمكانيات الجيكبن 6 الموجودة عليه للتليفون الآن إذا لم تعملوا موجودة موجودة بيعطينا 1519 و 4984 سيكون موجودة موجودة وموجودة لتعطينا 1980 إلى 5178 الحالية فيها إنه نقدر نشوف أوتو الحاسوب عندما نستعمله بكل أوتو مضبوط على التليفون وإذا كنت نوفر البطارية فإن نستعمله كمانا ثراثل أخر نتحدث عن سرعته هنا في أمريكا رغم إنه أنا عايش ببلد ما معمول هالتليفون لا ينبيع فيه عندي كمان عم قدر نجيبه 5G من شركة عندي T-Mobile هون بأمريكا 269 تنزيل إلى 6.29 أي 6.3 السرعة كانت أسرع بكتير كمان لما كنت بالمحال تاني لذا تتغير تقريباً المطرح ما بدنا نكون حتى نشوف سرعته وقوته للكموجودة موجودة كل التطبيقات اللي بدنا نجيبها بتنزل مضبوط جوجل بلاي سيرفرسز كثير كثير هيني لندورها منفوت على السيتنجز مندور الجوجل سيرفززز مننزل تطبيقها على بلاي ستور منقدر ننزل كل تطبيقاتنا وننزلهم ونعملهم تجديد عليهم كل شيء حيمشي مضبوط مننزل حساباتي على جوجل الجيمان ثلاثة حسابات مننزلهم الأساسية تعالي مركب كل شيء موجود هنا وخلنات حدى شوية هلأ كمان على الإمكانيات الكاميرات الموجودة هنا التطبيق على الكاميرا جديد كما رأيتنا من قبل لدينا نايت موض لدينا الفيديو لدينا الفوتو والبورتريت لدينا الفيديو المكسموم على الكاميرات الموجودة هنا رغم أن يمكننا أن نسجيل على دولبي فيجن أيضا يمكننا أن نسجيل على 4K 60fps موجودة هنا والكاميرا الموجودة هنا مثل ما تلكم 10ATP ستعطينا أحسن شيء لدينا الإمكانيات كامان زيادة هنا لدينا الكاميرا الأساسية لأمام الكاميرا الموجودة لدينا نستعمل التلفوتو سترى كيف الصور حلوة كثير منها لدينا البرو مود الحاسل بلاد الفانوراما الموفي السلو موشن التايم لابس الحلوة كثيرا ستعطيكم كمان شوية صور منها هذه كمان لما كنت بمالغة دول فيديو اللي عليها هون ستكر فوتو التك سكانر والأكس بان مود بي كما نعرف عادة مشاركة الحاسل بلاد أعطيكم مصر من مالغة جنب الحمرة موجودة بالجنوب الإسبانيا والآثار الدينية الإسلامية الموجودة هناك كثيرا ومعاجب فيها سأعطيكم صورة من برات الأسر عندما كنت أقوم بعمل التجربة على الكاميرا بإسبانيا سأستمع الكاميرا الأساسي الموجودة قدام سأعطيكم صوت وصورة مصر من الحمرة بالإسبانيا هنا جنب الأسر الإسلامي الموجودة هنا سأعطيكم صور منه كثيرا سأعطيكم مصر كيف الصوت والصور يأتي من هذا التليفون لما نمشي فيه الآن سأستعمل الكاميرا الأساسية الموجودة وراءة الكاميرا الموجودة 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 الكاميرات الثانية لا أشبقوا شيئ بينكم الألترا ويد ومعاجبتكم الكاميرا ومعاجبتنا عدة سأعطينا هنا نستطيع أن نرى الصوت والصورة ونأتيكم هذه الفيديو من إسبانيا عندما أصدقوا هم أخذون شركة أوبو ومبسوطة كثيرا إن شاء الله سأعطيكم هذا الصوت والصورة من التلفون الجديد الفيندكس 6 برو مثل ما لاحظتم استبيلزيش خرافة لا يوجد مثله تمشي وأنا الوحيد هو الكاميرا المشي مضبوط ولا يوجد أشكال للألوان جميلة الصوت كثير منيح رغم أنه كان هناك الكثير من حولي دعونا نعمل خبرات التجربة على الصوت الموجودة للسماعات الموجودة هذه غنيتنا المعاجبين فيها أليكس كريندو جامبو من نسي اس ريليز نبدأ موسيقى السماعات صوتهم كثير منيح صوتهم عالي وعندنا بعض الباس نسمع فيها جميلة والحرية الثانية إجابتكم أن تستعملوا السماعات لدينا بلوتوث 5.3 موجودة هناك وتعطينا الصوت كثير منيح كنت عم باستعملهم مع السماعات ماشينة كثير منيح وعندنا الهتش دي سي موجودة علينا للصوت وعندنا استمتع فيها كثيرا خليل هذا قليلا عن الألعاب والإمكانيات تأتيت الألعاب على التليفون ننزل الصوت ونضبطها هنا هذه اللعبة موجودة عليها أول شيء أريد أن الإمكانيات تأتيتوا للتليفون جميلة عندما نزع الألعاب نستطيع أن نقوم 90 فريمس مع الوضعات ونستطيع أن نقوم على الماكس مع الهاتف ولكن أعطي الألترا لأنها أحسن سرعة جميلة ونستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع صور جميلة كما تجني كما ترى هنا ترى كيف الألوان كلها كلها لا يوجد مثل أي أشكال لدينا اختيارات موجودة هنا من جديد جديد لدينا اللعبة جديدة نسميها التي توقف لنا كل أي أشكال ويستطيع أن نغيرها ونستطيع أن نغير شيء سحبة بالغلط ونسكر التطبيق كل هذا يتوقف لدينا أيضا نستطيع أن نرى حساب البطارية وعندنا أيضا ترجمة المستطاعات في هذه الأشكال جميلة وعندنا أية اختيارات والاسترطان والغطاق المستطاع كلها جميلة سأعطيكم المصرة عن اللعبة PUBG One مستطاع مستطاع موجودة على التلفون جديد من شركة أوبوب موسيقى 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 بالنسبة لي أن هذا التليفون لن يكون لديه أي أشكال يستطيع أن نرمي عليه أي شيء كالعاب سيمشي مضبوط لدينا أسرع سئل وعندنا أسرع رام وليس فقط لدينا أيضاً يوجد USB 3.1 لذلك سوف نستعمل ونحول معلوماتنا عنه لهذا التليفون هذه الحالية التي توجدها للتليفون السابقة تشريكه 100 واط ستعمل كثيراً من يحن يضعوننا شجر وعندنا الأولية في أمريكا لأننا نستطيع أن نقوم بعمل 120 واط كما رأينا مع تليفونات أوبو من السن الماضي من الحالية التي ترونها في هذا التليفون عندما نتحدث عن الكاميراية لا أعلم كيف يبدو أن أفسرها وكيف كنت متشجع بشكل رهيب عندما أجلنا هذا التليفون وقد استعمل وخاصة أن عملتنا كرحلة صغيرة في جنوب إسبانيا عندما ذهبنا إلى مالغا وعندنا إلى القصر عندما ذهبنا أيضاً الكهف ليس الكهف السينيك في الجبال وكل هذه الأشياء الحلوية الكاميريات لا يوجد إطلاقاً بهذه السوق هناك تليفونات ثانية لديهم لمزة 1 إنش سنسور وكيف كتليفون أوبو عملت فيه خرافية ما أعجبني فيه أول شيء أنه اللمزات الموجودة وراءة ثلاثة وخمسين ميجابيكسل لديهم الأمساسية لا يريد أن أخبرهم أسميهم الأمساسية الكاميرا الوايد ماكس 1 9 8 9 لا يوجد مثلها لدينا هذه الأشياء وكل شيء يمشي مضبوط كل هذه الصورة التي أعطيتهم أخذهم من إسبانيا في أمريكا أخذهم أيضاً في عدة محلات وعجبني فيهم كثيراً الإمكانيات التي يمكننا فيها لها التليفون الشغلات الحلوة الخضار الذي يأتي وراها للمزة هل الطريقة أن نأخذ الصور تشنن؟ وليس كذلك؟ الواقع لأوبو يظهر لكم صور وتأخذوهم وتأخذوهم الضغرة على السوشل ميديا لا يوجد أي أشكال الشغلات والألوانها كثير منيحة الشغل الثاني الذي كانت معجب فيها هو أن التليفوتو الموجودة هنا الحلاوي فيه رغم أنه لا يوجد 1-inch سنسور يعطينا بوكي الذي عادة يجريتنا من الكاميرا الأساسية والحلاوي فيه أنه يتقربنا من الناس الثاني رغم أنه لدينا المزة الأساسية إذا كانت تذهب من 1-X إلى 2-X لا تخطروا أي كواليتي ولا تصبح أي شيء اللمزة لها الدرجة قوية الثلاثة أكس عندما تنطوا على الكاميرا التليفوتو من غير أن تغيروا شيء آخر الكاميرا ممكنها كما هي الصور تظهر جميل وفيديو يظهر جميل في الليل الماريت Silicon X ستساعدنا في الفيديو وفي الصور في نفس الوقت الإمكانيات فيه للتليفون سرعة بروسسيسنج بالسناب تراكن 8 لا يكون لديكم أي أشكال تأخذوا صور واحدة 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 وإذا البطارية نزلت فيكم تشارجوها بسرعة من 0% إلى 100% خاصة مع الشارجور الذي يأتي في قلب العلبة وإذا تستعملوا الوائرلس تستعملوا 50 واط لا يوجد أي أشكال هذا ما يعجب فيه كثيرا في هذا التليفون الإمكانيات التي تأتي فيه من ألعاب لنتفرج على الفيديوهات لنتسمع على موسيقى لنأخذ صور لنسجل الفيديوهات لنعمل أدتينج لنعمل الفيديوهات ونبعثهم ونظرهم كلهم سيذهب منها الشغلات الوحيدة التي أتمنىها إن شاء الله في المستقبل يمكن أن نزلوه بتجديد خاصة بالتطبيق الذي يستطيع أن يجدد وعليه للتليفون أن يعطونا إمكانية أن نستطيع أن نسجل أكثر من 10 ATP على الكاميرا الموجودة هذا الشغل يصبح من زمان ونظلنا نقول أن نريد كاميرا من التليفونات الصينية التي تأتي لذلك بعد لن نعمل ثاني ATP على الكاميرا الموجودة قداماً 8K على الكاميرا الموجودة لم يهمني إطلاقاً 8K كفيديو صراحة لا يمكننا أن نخطوه ونعطيه للناس ثاني يستمتعون فيه مضبوط لا أول شيء الحجم كبير وغير هذا لا يوجد لدينا 60FPS هذا أحسن شيء فيكم لتأخذ الصور لأنه يجب أن تبطئوا الفيديو ويجب أن تبطئوا وعلى خبرة الصورة لكن عندما تعملوا 24FPS أو حتى 30FPS على 8K هذه تعملوا بطبيعة للشغلات الكبيرة عندما تصوروا شغلات كثيرة تستعملوا بالحقيقة مضبوط التليفون يجب أن يكون 4K60 وأمنيتي أن نستطيع نرى 4K60 في هذه الكاميرا الموجودة من هذا أول شيء أقول شكراً جزيلاً لشركة أوبو وعزمونا ودفعونا أيضاً على الرحلة والأتل عندما ذهبت إلى MWC وليس فقط على الرحلة التصوير الخصوصية التي أخذتها بعد MWC في إسبانيا قبل أن أرجعونا إلى أمريكا لذلك شكراً جزيلاً وليس فقط شكراً جزيلاً لأنني استعملوا هذا التليفون وأعطيكم خبرتي بعد استعماله بعد محلات في العالم هذه الشغلة مهمة كتليفون مضبوط تستعملوا بلد واحد منيح ولكن عندما تستعملوا إنترنسيلاً وترى ميكانياته كثير منيح وأنا صراحة تشجع كثيراً ومبسوط فيه كثيراً وأمنيتي أنه تقدروا تجربوا أيضاً هذه الطريقة تجربوا لهذا التليفون كتليفون مضبوط ما فيه مثله الجلد معجب فيه كثيراً يعطيني إحساس مثل عندما كان على الجلد من أوله بعدين وقفوا كم سنة على Find X3 Find X5 ورجعوا الآن خبروني تحت قولوا لي ماذا لكم لهذا التليفون وهل المعجبين بهذا التليفون بالصور والفيديوهات التي أعطيكم عليها وهل المعجبين تفكروا أن تجربوا تليفون جديد منهم إذا تجربوا من الصين أو تنتروا إن شاء الله يمكن أن ينزلوا بالدول الأوروبية لهذا فقط موجود في الصين وهذا أحسن تليفون شركة أوبو نزلته لهذا يلا أراكم إن شاء الله في الفيديو جديد مع السلامة وشكراً جزيلاً على كل الناس لمن الاشتراك